ناس كتير وهي بتتصور بتدور على الفلتر كلنا أغلبنا معظمنا بيدور على فلتر للتصوير هوايدا نصار عندها خلطة طبيعية كريم طبيعي أو ماسك أو إيه المهم هيخلي الوش في قمة الوهج مش محتاج فلتر كريم بديل الفلتر إيه هو يا هوايدا بسي هو أنا اللي سميته فلتر أنا سميته كريم الفلتر لأنه هو عرفة بناء البشرة بيخلي بشرتك تبقى عرفة سوبر سوبر جلوسي يعني بتلمع وصفية وهدية ومش بيهاش إحمروه مكونات ويبقى مكونات وهنديد نص كوباية رز بنخسره وبعدين ننقع يعني نكمل مثلا لو نص المنج نكمل باقية يعني نحط عليه آآ اكتر من نص مج بشوية مية وننقعه ساعتين رقم واحد هنبقى ناعين حب اللي هو اسمه لبان الدكر من بالليل ونفضل كل شوية نحرك 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 يعني ننقعه بالليل ونطبخ الطبخ نعمل الكريم بتاعنا تاني يوم اخر النهار عشان بالنهار تفضل جيت حاركي لبان الدكر تاخدي اكبر كمية من الفايدة بتاعته معلقتين مش كتير عشان ما يبقاش سيكي وبيلزق وبعدين هنروح وقتين مصفيين لبان الدكر بحلس وغننة ومصفيين الرس ناخد المية بس وبعدين نجيب معلقة نشا كبيرة نحطها ونقلب نقلب 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 لغاية لما يدوب تماما يا تعملي له حمام بخار يا تحطيه على النار على نار كأنها شمعة واطية ولما تحطيه على النار تفضلي بخشبة كده تقلبيه عشان النشا ما يكلكعش وبعدين تاخدي مثلا نصب سبعة نقطة زيت مية زيت ورد سوري آآ زيت ورد آآ زيت لوز انا بحب الورد أحب زيت الورد زيت ورد زيت لوز زيت آآ أبوكاتو وطيبار بس الورد ليه ريحة حلوة وبعدين تسيبيه بعد وعد عبيب برطبه نقطة طيب الزيوت ممنوعة في الصيف عشان الحر ولا زيت معين هو اللي يمتنع في الصيف لأ الزيوت طبعا ممنوعة تحط زيوت وتطلع بالشمس ده منعا بتاتا اي نوع زيت ممنوع يعني ايه لقى اكتر الاخطاء الشهيرة اللي بنكررها في الصيف ان احنا نحط زيت ونروع على البحر او نطلع في الشمس او نطلع في الهوى السهم ممنوع الزيت تحطي في البيت في التكييف وما تحطيش الزيت دايريكت على جلدك في التكييف تحط الزيت آآ ما حاجة يعني تزوديه مثلا على الجليسرين الخلطة اللي قلناها زودنا عليها نقط درابس اوف اويل آآ بلاش الزيت الزيتون خلينا زيت الجوزوبة زيت الجوز الهند وانا رايحة على البحر يبقى معايا ايه؟ والبخاخ تاخدي بخاختك معاك اللي مكوناتها اللي هو هتحطي مية ورد الجليسرين السائل او هتجيبي الناس اللي بشرتها بتبقى جافة هتاخد جزور الكتان تغليها وتعصرها وتاخد الجل اللي تزوديه مية مع الجليسرين يترج يترج وتفضي تبخي على وشك منها دا بالنسبة للبخاخ البحر ولو اني انا بفضل مية الورد مع الجليسرين للكم وبعدين لازم يقبل وشك رواح ان البحر تاخدي بس الجليسرين اللي مقدار معين اربعة في المية معلقة يعني معلقة واحدة ايه؟ ايه؟ ايه في الحقنة ام يعني انت المية معروفة اللي ترقدي ايه؟ ازادت المية اللي ترقدي ايه؟ وفي الحقنة اخدي اربعة ميلي فما هو تزوديه؟ ما تزدش لانه لو زاد عن كده ببتدي يعمل التهابات ودايما على فكرة كل الوصفات اللي انا قلتها اول حاجة جربيها ورا ودنك يعني اختبار ايه يعني مثلا انا في واحدة صاحبتي عندها حساسية من الجنبري وبتحب الجنبري بتعمل تاكل الاكل وقبل ما تيجي معادي الحساسية تروح تاخد الحقنة ايه؟ جربي فانتي جربيها لو ارا ودنك الكريم او الوصفة او جدا تشوفي ميليموم كل سيزن كل فصل ولكن انا اعرف عمله النفسي في البيت؟ اه ممكن بس يستحسن انت يعني من حق ان لنفسك عليك حق يعني من حقك تدلعي روحك شوية في الصيف قبل ما تروحي الماسيب تتنظفي عند حد ويستحسن ما نستعملش اي حاجات فيها الكيميكال كله حاجات طبيعية انا شخصيا حكتي كلها حاجات طبيعية وبعدين بعد الصيف وفي اليوم في اليوم ليكي بروتوكول تخسلي وشيك تحطي ماسك مرتب تحطي ادي كريم بتاعك تحطي كريم حواليين العين واتفر والصبح لما تروحي على البحر شوني من الضفة ووشي تماما سامبلا اللي بيروحوا البحر بميكب بيحصل لهم ايه؟ ده مصيبة ده كرسة سودة ده مصيبة ده ده تعمل التهابات وتعمل بكتيريا ضارة في الوش وتطلع حبوب وتعمل تسلف وتعمل مصايب سودة سودة خلاص مش عاجبك شكلك هتموتي انك انت شكلك بالمكياج احلى يا سبت روحي طالما انت يعني الغاوي نقض في طاقيته يعني هروح اعملي بيرمنانت ميكب لبس السائل الدايم حواجب عينين ايلاينر وواتفر بس مكياج ممنوع شرب المياه شرب المياه جسمنا يتكون من 70% مياه لازم ما تقلش نسبة جديس معاني 70% مياه